موسيقى أهلا ومرحبا بكم بعث فخامة الرئيس عبد الربو مصرهادي رئيس الجمهورية برقية تهنية إلى ملك البحرين حمد بن عيسى الخليفة بمناسبة احتفالات الشعب البحريني الشقيق بالعيد الوطني ونوها فخامة الرئيس بالعلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وما يجمعهما من أواصر المحبة والإخاء مثمنا مواقف البحرين الداعمة لليمن في مواجهتهم لميليشيات الحوثي المدعومة من إيران وعبر رئيس الجمهورية عن خالص التهاني وأصدق التبركات بمناسبة العيد الوطني متمنيا لجلالته موفور الصحة والسعادة والحكومة وشعب مملكة البحرين الشقيق دوام التقدم والاستهار استمع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح من محافظة حضر موت اللواء فرج سالمين البحصني لمستجدات الأوضاع في المحافظة والجهود المبذولة لتحسين الخدمات الأساسية تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي رئيس الجمهورية وأكد نائب الرئيس بأن فخامة الرئيس عبد الرب منصرهادي يولي محافظة حضر موته اهتماما بالغا لما تمثله من ثقل ثقافي وما تمتلكه من إرث حضاري وتاريخي إن عكس إيجابا على تعاملها مع مختلف الأحداث والمستجدات التي مرت بها بلادنا ومنها رفضها المطلق للقلاب الحوثي المدعوم من إيران وانحياز حضر موت وأبنائها لخيار الدولة الاتحادية المكونة من ستة أقاليم من جانبه عبر محافظ حضر موت عن الشكر والتقدير لاهتمام ودعم القيادة السياسية منوها إلى جملة من القضايا والموضوعات المرتبطة بالمحافظة وجدد اللواء البحسنية التأكيد على الموقف الثابت لأبناء حضر موت بمختلف مكوناتهم وأطيافهم ومساندتهم لجهود استعادة الدولة وتطبيع الأوضاع وإعادة البناء بما يحقق طموحات كل أبناء الشعب في الأمن والاستقرار والعيش الكريم أخبار الميدان أصيب ثلاثة أطفال إثر انفجار لغم أرضي زرعتهم ميليشيات الحوثي بمدرية الجراح في محافظة الحديدة وقالت مصادر طبية إن ثلاثة أطفال جميعهم دون العاشرة أصيبوا بجراح بليغة إثر انفجار لغم وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج وسقط المئات من المدنيين بين قتلى وجرحة نتيجة الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها الميليشيات الحوثية فضلا عن القصف العشوائي الذي تشنه الميليشيات الحوثية على منازل المواطنين لقي قيادي في ميليشيات الحوثية الانقلابية مصرعه مع عدد من مرافقه جراء استهدافهم من قبل أبطال الجيش الوطني في مديرية دمت شمال محافظة الضالع واستهدفت مدفعية الجيش الوطني طقما تابعا للميليشيات الحوثية في منطقة خارم بقرية الحقب جنوب المدرية كان في طريقه لتعزيز مواقع الميليشيات في الجبهة وأصفر القصف عن مصرع قيادي حوثي مع مرافقه تمكنت قوات الجيش الوطني في المنطقة العسكرية الخامسة من تحرير مناطق جديدة شرقي مديرية حيران بعد معارك عنيفة تكبدت خلالها ميليشيات الحوثي خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات وقال مصدر عسكري قوات الجيش الوطني شنت عملية عسكرية مباغتة تمكنت خلالها من تحرير منطقة العوجاء وعدد من المزارع شرقي حيران على تخوم مديرية مستبة وأفد المصدر عن سقوط العشرات من عناصر الميليشيات بين قتيل وجريح استعادة مدفع هاوزر وعدد من الأسلحة والذخائر مضيفا أن فلول الميليشيات لاذت بالفرار بعد أن زرعوا مئات الألغام والعبوة الناسفة في المراطق التي تحصنوا فيها خلال الشهور الماضية تواصلت المعارك في جبهة قانية بمحافظة البيضاء بين الجيش الوطني وميليشيات الحوثي وقالت مصادر ميدانية في البيضاء أن معارك شريسة دارت في جبهة قانية بين أبطال الجيش الوطني والميليشيات أدت إلى تكبيد عناصر ميليشيات الحوثي خسائر فادحة في العتاد العسكري والأرواح حرر الجيش الوطني مواقع جديدة في مديرية باقم شمالي محافظة صعدة بعد معارك عنيفة مع الميليشيات الحوثية وقال أركان محوري علب قائد اللواء التاسع مشاء جبلي إن قوات الجيش الوطني حررت قرية البستان والمزارع والتباب المحيط بها جنوبي شرق مركز المديرية وسط فرار الميليشيات من مواقعها وأضف أن المعارك أسفرت عن سقوط قتل وجرحة في صفوف الميليشيات وتدمير عدد من الآليات التابعة لها فيما عثرت قوات الجيش على مخزن للأسلحة تابع للميليشيات في أحد آبار المنطقة ختاما شكرا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته موسيقى